السلام عليكم مخاوتي ازول تحييلكم شاب زائري داخل وخارج الوطن مرحبا بمشاهدين الكرام في قناتكم قناة اروفينا قديسات قناة اخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الافريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل انواعه ولسنا تابعين لأي طرف وتحية عطلة لكل شعوب المغرب تونس ليبيا وموريطانيا. عيصة اليوم خاوتي نتكلمو على الحدث الخبر اللي خرجناه قد خرجتها صفحة صفحة اي او هو الفلوغ خاص بايدع مسؤولين اه قم تشوف فيها خاص مسؤولين ايدع مسؤولين في الاتحاد جزائر قضم حيث معوقات ما حبيش نسي تيلين وتحم ما حبيش ندير ليفوت وتحم وما نهدش ما نديش ليفوت وتحم لان ما هي منشي متى الرجال منشي متى الرجال ما يتشفي منشي مليح اه لازم انسان يتكلم واقعي حبيت نتكلم على حيتيات التحقيق بس ازيتيت باش ما نحكيش ما نحكيش على الشجاع لكن قلت نحكي معنش انا كان عندي خبر منذ حوالي ايام قلت لكم يوم التسعة ويوم عشرة الالبي او الخميس حتكون استدعاءات وتكون موتول امام محكمة سيدة محمد القطب الاقتصادي واليوم شفنا اه خبر عاجل وخبر مفاجئ اه احنا كنا نقول لغادي كلهم يفوتوا يفوتوا للشرع عن اليوم الخميس لكن اه كان دي قروب اه داروا قروب يفوتوا لهنا في اليوم يوم تسعة العربية تسعة وكان قروب يفوت عشرة وكان قروب يفوت لعب السيميل الجاية وحتى شهر النوبر نعطيكم حيث اذا اتنين من الامامين روك الناس خرجت الاسم الواتحهم خرجت صور دي حم والله ما نتشفى فيهم ربيت لك سرحم والله ولو ربيت شرعت لكم لكن حاجة ربيت لك سرحم اذا كانوا بارئين اذا عندهم بارئة الله تلك سرحم ولا دائرين الله خيب اللي داري خلص ولكن من الله العظيم ما رانين تشفى فيهم ايداع تلتة اشخاص اتنين امنا عامل واداع اه اه تسميه لي هذا ادارة العامة دي اشي دي اشي داخلوا الحبس اللي يقول لكم بابها وليده جوار اليوم اللي عبرنا بتخل مسو نقاش ومسو محمد سعد ومسو دبيشي انا نسيت اللي نضح نطلق لان الناس خرجتهم وكل شي وانا بان ثمانية يدول حد وتاعي ويدولوا غير الحروف الاولى تعال اسماتهم ولكن شفنا انهم تخرجوا اسماتهم ربي سهل عليهم وانا اليوم غدي نتكلم عن الفيديو هذا سبب ايداع محمد سعد نعطيكم السبب ايداع دبيشي نعطيكم امور حصلية امور من مصادر موطوقة ما غديش نعطيكم مية بالمية وقع في التحقيق ولكن نعطيكم خطوط عريضة السبب ايداع ثلاثة اشخاص هدو وماذا سيحدود في في صبيحة الخميس اه اليوم اه بمحكمة سيد محمد اه كان اشخاص اخرين عندهم اه مطول امام وكيل جمهورية اليوم كان دبيشي كان محمد سعد كان نقاش كان دبيو في ديرال هم اه 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 قداح اه رئيس ربيطة اه سكيدا و اه اه قداح والاخر امر اخر والعربي امامار اه 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 رئيس اه اه جمعية واحدة السابق وعضو الفيدرالي مكتب في المكتب في اه 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 وفي اه اه عمارة الفاف المحين هادو كانوا من يوم موتور ولكن في هادو الخمسة ثلاثة ارحم وضا ديبو وجوج سحبولهم الجواز سفر و اه ودالهم الرقبة الغضائية روحوا جمعت سحبولهم العربي اوبامار والا اه ومسو القداح دالوا لهم كما يقال اه اه سحب الجواز سفر دالوا دخلوا عند قدر التحقيق وعطاهم رقبة قضائية وعطاهم امر فوري في اقل من عشرين ساعة سيجازم يجيبو جواز السفر. كما قلت لكم امرهم باش يجيبو جواز السفر ويوم الخميس صباح ان اليوم عشر اكتوبر اه العربي امامار وقداح غادي يجيبو جواز السفر الى محكمة سيد محمد قداح معنومة راح اه باش يدير ارفيدي بار يروح يجيبو جواز السفر والاخر بقاف العاصمة وواحد من عائلته وغادي يجيبو جواز السفر. الله عرب العربي امامار شوية شوكي علاش عنده هاد الامر لانه ما ما سمع لي حتى حاجة عفاساته ولكن قضية الفندوق قضية تسياق قضية امضاءات قضية اه امور منعرفوها شهده منحبش نتخفز التعمق في كما يقولون نتعمق في التحقيقات لكن عند كلم على لا دبيشي ومحمد ساعد اه قداح كان رئيس لجنة المالية العربي امامار ما لا بلجيش اه لها الدراجة يدفلو لها رقبة غادائية وما هو ما هوش انسان خطير الله اعلم اه روحوا تريزان بورتون الحالة الصعبة هي حالة النقاش اه دياجي اه اه كما يقول مدير ادرال عام بالاتحادية رفقة اه دبيشي امين العام السابق في اهدى امارا وفي اهدى الزبزاف ومحمد ساعد اللي يشتغل امين العام في اهدى ساتشي معاقنا ان محمد ساعد كانت عندي صدقة اقبل ما يكون في الاتحادية قبل ما يكون امين العام كان عندي اصدقة كنت لقمها في افريقيا علاقتي كان جيدة ولكن مدى امين العام اه العلاقة ان قطعت مئة بالمئة هو سبعة كيلومتاعة وانا سبعت الموقف افتاعي ولكن نبقى نحت ارمو ولكن طوق ساتشي انا ما كش نتفهم معا ما كش نتفهم معا صراحة ودبيشي اللي يعارف العام الخاص اه التسيير تاعه السيء وسيء في عهد امارا وفي عهد زبزاف المعلومات الرسمية اللي جاتني من التحقيقات بالمقصاد النموة توقع تقول باللي اه دبيشي اه 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 داخلو مودا ديبو اشهد عليها رئيس الفاب السابق اه زبزاف وقال باللي اه اه مشكل كان داي لو بروكراسو الجينيرال وديك الوكالة امضى بها عدة امور غير قانونية مو ناقصات عدة امور اسرات و اه اه كما يقولوا اه زبزاف رما عليه الماق لهم ما ندلت لبروكراسو لكن ما عندكش صلاحية تمسوا زبزاف ادلو عن بروكراسو باشي عبد في المال العام الاتحادية هذي السبب الرئيسي اللي دخلو بهم دبيشي الى الحبس الاحتياطي مودا ديبو اما الاضخ الاخر اه الاضخل الحبس الاحتياطي هو محمد ساعد محمد ساعد للاسف للاسف لما قاموا بالتحقيق اعطاوه التقرير اللي كان في الشرطة اللي قالوا رئيس الاتحاد السابق في وقته داك الوقت اه كل معروف زلطيوش اه اه افاجأوه باللقي خرجت القاضي تحقيقات وباللي حسب المعلومات اللي عندنا وحسب الاجتماع اللي استمعوا به الرئيسك السابق اه زلطيوش اه هو قال باللي كل الصلاحيات كانت الامي العام وانا ما كنتش قاع نجي كنت نجي انفوا في الانسو من بوعه ونشوف شاكين اللي كان يمضي الواتعي ويقوم بكل الصلاحيات هدي كان هو الامي العام اهنا معنى هزلطيوش دك اه دخل محمد ساعد وللاسف التحقيقات كانت شوية صعبة ومحساعد اه ودبيش يعرفوا بلي لغفر معيش البيع كل واحد جبد رأيس تاعو اه دبيش يجبد رأيس تاعو وهو محمد ساعد جبد رأيس تاعو قلب اللي هو الكنياتي للتعليمات بسبب هاد السبب اه اه كل واحد جبد عمارة واحد جبد زبزة واحد جبد فلان اه في بعد نهاية التحقيق اه قام كما بالعسى بادعاهم للحبس الحبس الاحتياطي وحينها اه رئيس اه اه الامي العام اه تفاجأ لهذا القرار ما كانش يقرح به كالك انا مادرت ولو فانتكون ضحاوا به وهو حتى هو في تحقيق قلب اللي مش انا اللي نتحمل المسؤولي المسؤولي يتحملها الرئيس هو اللي كان يعطني تعليمات ولهذا السبب اه داروا لهم جلسة الاستماع يوم تسعة نوفمبر اه هذيك الجلسة الاستماع بتاع بتاع هذه الوزوز باش كما عادوا دخلوا الايداء والايداء تكون عندهم انستريكشون يكون خطأ يديروا التحقيق اه لهذا اطارهم اه اه اندفوا تسعى لهم باش يجوا في التحقيق مع مع محمد ساعد ودبشي مع مع رؤساء الفاف السابقين ولكن المعلومات الاخرى المبتوقة اه اليوم الاحد كان تاني استيماع على عدة اعضا مكتب درعلي اه من الشرق من الغرب خاصة كان واحد من الغرب وزوجه من الشرق وكان موطول ايضا اه تلت رؤساء الفاف السابقين سيتكلمون كثيرا على 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 هذا الفساد الرياضي وللاسف وللاسف كما قلت لكم امور اللعب اخشان كنا نتكلموا تقولوا لي ما يعرفش قلنا السنوات وسنوات احنا نحاربوا في الفساد ولكن كما يقولوا ما حبيتوش تسمونا احنا رضيتونا خلاطينا رضيتونا ديك رضيتونا ديك اما من يتحمل مسؤولية هاد الفساد ومن يتحمل مسؤولية هاد الموندو ديبو خاصة كان قاعدية الفندق لكلية المالايير ولكن لماذا اعضاء انفلت فيدرالي راحوا الفندق اه فيدرالي براهيم لان ملعب مدحب مركز سيدي موسى كان ملك 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 مية بالمية للناخب الوطني السابق وهو كان يتحمل فيه بسبب هذي كل اعضاء راحوا يباتوا في الوثيل اولمبيك ولكن التحقيقات كان يدخل يعطوها رقبة قضائية الله يجيب الخير هدا ما نقوله خارتي اه اه الوحول التالتي دخلوه للموندو ديبو هو اه ميسو اه نقاش هادا كان في اللي كان في كان كان خدنا في فل اه هو شغل دياجي هو غضب توني كان بكالي موايا بتاع تاع 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 المنتخب الوطني وتاع كل الفئة تشوبانية وتاع الاتحادية كان فيت كان فيت تعدي ديتوني تعالى جيري خاصة نعمل كوفيد لهذا هاد سيد اه اه كما يقوله نقاش اه كل الامور كانت تقول باللي غادي تقول لي انه اه ضحوا بيه بزاف طيب هم مسؤولية ليه باشي باشي تجي لحظة تضحيا بيه ولكن الاسف ضحوا به وضحوا به بهذا النقاش لانه هو كان قاضب دياجي وخاصة نعمل كوفيد درجهم اللايير تعلي تونيك وما يجيش تفاوهاش دي بخونش هنجوع كان اه كل اعضاء سيدي موسى اعضاء عصابة سيدي موسى متكلمنا على عصابة سيدي موسى والكل اعطان الحق باللي كلامنا كان واقعي وواقعي والان اه هكم تشوفوا فيها القضاء اه يقوم بعمله والقضاء ما غادش اطلبهم بكم ما لقاوش اديلة ما يدخلوش موسى ديبو اه عود نعيدها هون كنت تستطيعوش هو اللي باصة محمد ساعد وقالو بلي انا خاطيني كنت نجي خاطرة في سنة انا نشي انساني وقنت عاطي حكول صلاحيات هادي كاذب في كاذب هدا افتراع على الرجل و اه كما يقولوا اه اه حتى الاخر دبيشت خلبي سبب وكالته اللي دلها دلها له زفزاف ونقاش اه ادي يا جيشة بيكون الله خالب هدي هي اه نتمنى لهم ربي اه اطلاق سلاحهم ما انتشفاش بيهم ما اقلي هما هدي عصابة موسى توشاوني ولحبوني ولكن هنا نعرفوا من اللي الراجل لا يتشفى في واحد يكون عنده اه مصيبة او حاجة ندعو لهم اه بربي يطلق سلاحهم في حالة يكونوا ابرياء اميدا كاذو مخروضين الله غالب كالعادة الالهية فوق كل شيء امور من خميس كان بريزة وصلت تلت رواس الفاف كان عدد الناس كان قضية اخرى انتكلمها في قادم زين قضية رمب الرابطة اللي عندي اه عندي دي زكوع له اه خاطرين وخاطرين ولا خافتي ان شاء الله ان شاء الله ربي اللي لقينا في ساعزين ان شاء الله اه كما يقولوا اه هارمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية هارمنا وهارمنا من اجل هذه اللحظة التاريخية نشكر كل اللي حاب يصلاح الكرة الجائرية حاب ينحين الفساد ادون شكرهم كلهم ولكن اللي حابوا تخلو ادهم دين معارضتنا بهابل من بينهم المهرج مقزوزي وعدة اشخاص ولا حارة تعالى الى عاجابت اشتاق الى قياه اشتركوا في القناة